اشتركوا في القناة 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 نقدر نعوضها عن طريق الاستمرار معاهم عن طريق اعطاهم برامج خلال تواجدهم في الاندية هذا اللي بصطاعتنا ننتابع معاهم ما في شيك ولكن ما يلام اي مدرب مثلا كمثلا كابتن سعد الشهري او اي مدرب ما يلام في مرحلة مثلا كمرحلة السبع وتسعين تأخذهم كبار الان هم خلاص مؤسسين فما تقدر هذه الاشياء تبدأ زي ما قلتم تفضل تبدأ من الصغر من فئة البرام من فئة الناشئين من فئة الشباب انا كمدرب للفئة الاولمبي لما يجيني لعب مثلا يلعب مدافع ممكن اوظفه انه يلعب في مركز قريب للدفاع ولكن اني اوظفه مثلا انه يلعب في مركز مثلا زي ما تفضلت في اكثر من مركز وهذه امكانيات لعب والمدرب لما يجيه في سن كبير صعب انك يتأسسه من جديد لابد ان يؤسس من الصغر والله شوف هذا يرجع لفكر اللاعب زي ما قلت انت اللاعب اللي يكون عنده رغبة وعنده طموح ما في شك انه بيهتم في نفسه حتى لو ما شارك مع الفريق الاول ممكن انه يستمر في التمريب مع الفريق الاول ما في شك انه عدم المشاركة مع الفريق الاول وعدم مشاركة في المنافسات هتقلل من المستوى اللاعب ولكن كلاعب تمر في هذه الظروف لازم يكون عندك فكر يختلف يعني ما يفكر يكون فيه رغبة فيه طموح انك بتوصل انك عندك مشاركات في طوكيو عشرين عشرين لان زي ما انت عارف في سن السبع وتسعين بالاخص اللاعب اللي شاركنا فيهم الان في الولمبيات يعني هم لعيبة محدودة العدد اللي احنا نعرفها احنا شاركنا فيها في كاس العالم كوريا الماضية فاذا كانت فيه اضافات ما فيشك انه فيه اضافات في السبع وتسعين ما شاركوا معنا مثل كابتن سامي النجعي مثل كابتن اليامي الانتقى الفيحة فعبد الرحمن اليامي فما فيشك زي ما قلت لك في الاول والاخير ترجع لفكر اللاعب وترجع لرغبة اللاعب وطموح اللاعب ان انا عندي مشاركة مع المنتخب عندي حتى لو انك قلت مشاركته في النادي لابد انه يجتهد ما فيشك احنا كجهاز فني حن نكون مستمرين معاهم حنكون متابعينهم لابد انه بيكون في حل بذن الله من مدينة بوقور الاندونسية مقر بعثة منتخبنا الوطني تحت 21 سنة الذي خسر اليوم من اليابان بهدفين مقابل هدف حظ اوفر وهاد لك للوطن وللمنتخب لكن المنتخب حقق الهدف المراد اللي هو الاحتكاك مع المنتخبات استعداد لطوكيو 2020 هذا ذك لمنتخبنا وهذا ذك الوطن لكن في الجانب الاخر ومنافسات الاخرى حصلنا على بعض المداليات وبعض الارقام تابعوا التقرير التالي وشير الله يبارك فيك الحمد لله حقق الميدالية الفضية كانت منافسة قوية جدا اول مباراة لعبت مع الهونج كونج ومحمد لله فست الثاني مباراة كانت مع اللاعب الوردني وهو يعتبر منافس قوي جدا هو حاصل على ذهبية آسيا الحمد لله استطعت التقلب عليه وفي النصف النهاي كانت المواجهة امام الباكستاني حاصل على فضية تضامن الاسلامي الحمد لله فضل المجهودات قدرت أفست الحمد لله النهاي كان قوي جدا كنت ريد الذهب ولكن ربي ما كتب الحمد لله قال المفضل وهدي هذا الانجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعبد العزيز وولي عهد الأمير محمد سلمان وايضا معاني المستشار تركي على الشيخ وامي وابويا